بسم الله الرحمن الرحيم مع الزيجة ومشاهدي قناة ندلال في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأهلي في المنديال حقيقة منتهى السعادة اللي في الدنيا منتهى السعادة اللي اتخليك تبقى تمسك عالم بقى لي كتير ما شجعتش بقى لي كتير ما روحتش استاد فانا قلتلهم النهاردة واتفقت مع بيبو النهاردة ان احنا بيبو مخرجنا يعني نحنا النهاردة نعمل شغل كده وإحنا داخلين علشان نفتكر الأيام الجميلة نفتكر أيام التشجيع ونفتكر أيام تالت العالم مع أن ما الحقناش ننساها والله ما الحقناش ننساها بس النهاردة الفرحة كانت جميلة جدا والفرحة كانت رائعة جدا حلوة وجميلة ورائعة ليه؟ لأشياء كثيرة جدا 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 بس أنا عايز أقول لحضراتكم أن كل الجمل اللي تقالت على الأهل كلها كانت حقيقة وليست شعارات تجميلية يعني مثلا صانع السعادة فالأهلي هو صانع السعادة الأهلي بمن حضر حصل وشفناها في مباراة منتير المكسيكي بعدما كان الفريق ناقص يعتبر تقريبا فريق وثلاثة احتياطي 14 لاعب الأهلي ملك ملوك الأرقام القياسية بالفعل الأرقام القياسية تخلقت عشان خطر النادي الأهلي الأرقام القياسية حققها على المستوى المحلي والأفريقي وحاليا أصبحت على المستوى العالمي أهلاوي أنا الحقيقة والفخر لي ده مش فخر عادي ولكن احنا كلنا فخورين بانتماءنا لهذا النادي الكبير لما تقول ان انت أهلاوي الكل يعملك ألف حساب كل الناس تعملك ألف حساب انت ليه مبسوط قوي كده إسلام انا مبسوط جدا 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 للنهاردة لاني كسبت واحد من أهم وأكبر الفرق في قرة أسيا أنا مبسوط جدا جدا للنهاردة لان كل الظروف الصعبة كل الظروف الصعبة اللي كانت تحيط بالنادي الأهلي ما قبل هذه البطولة قدرنا ان احنا نحطمها وزي ما قلت لحضرتك ان كل الأرقام القياسية وكل العبارات الرنانة أو اللي كان البعض بيقول ان هي عبارات رنانة مجرد كلمات ومجرد عبارات بتقال عشان النادي الأهلي وكذا وكذا لا تم اثبتها احنا اثبتناها قبل كده كتير ولكن تم اثبتها فعليا خلال هذه الفترة أو خلال التلات مباريات اللي لعبناهم كل مباراة وهي ملحمة أسطورية آه انت ما تكبر لا بكبر الكلام لان اول مباراة انا خسران 14 لاعب تاني مباراة عندي لعيبة جمب من الكاميرون ولعبه يعني جمب الليل ولعبه الصبح ده غير الظلم التحكيمي اللي كان في هذه المباراة النهاردة انت بتلاعب واحد من اهم واكبر الفرق ان لم يكن او هو زعيم آسيا بالفعل هو زعيم آسيا فريق الهلال السعودي واحد من اهم واكبر الفرق في القارة قارة آسيا قدرت ان انت تكسبه وتكسبه وماكسب محدش يقدر يتكلم فيه انا ما بتكلمش على هنا ومتكلم على الناحية الفنية لانه كان انا مدرب طلبت خمس ست لعبين محترفين جبت خمس ست لعبين محترفين بخمسين ستين مليون جنيس تليني علشان يلعبوا هذه البطولة وانا كنادي اهلي نص الفلوس دفعتها ودفعها عشان حاجات كتير لكن تلاتين مليون تقريباً اللي اتدفعوا او خمسة وعشرين مليون وقدرت ان انا اكسب واكسب اربعة اشتركوا في القناة